بمناسبة كلام حضرتك هل مرسل كولر كيف يبدأ هذه المباراة إذا كنت زي ما حالك بتقول كده فلازم يبقى بيدغط من قدام في ظن الأجواء حرة وظروف إجهاد غير طبيعية بتحصل مع الفرقة وظروف إرهاق غير طبيعية ما بين سفر وما بين مباريات كثيرة في أقل من 36 يوم أعتقد أو 35 يوم حياة كده صحيح وبالتالي هذه ليست مبررات بس لازم أكمل بجولة عجل ما حدش يقولك أنت بتبره هذه ليست مبرات ولكن هذه هي الحقيقة فبالتالي أنت وإنت بتتكلم عن هذا الأمر فتجد أنه كيف يخرج كولر ويلعب بغض النظر عن طريقة اللعب أو حتى حضرتك لو شايف يلعب إزاي يلعب هاي بريشر أو ضغط عالي أو يلعب ينتظر في نص الملعب يعني هيبقى عنده كيف يفكر كولر في هذه الملعب يعني أنا طبعا مش هقدر أقول أنه يضغط من قدام ضغط عالي لأنه برضو إحنا شايفين ده سفر جوه سفر كمان يعني اللعبة جاية من القاهرة على جنوب إفريقيا وطلع على الكاميرون سفر جوه سفر وأجواء حرة وانت عارف أن الأجواء حرة جدا جدا ما أقدرش أن أنا يعني على الأقل بس أجس النبض في الأول وأقدر ألعب بتوازن برضو يعني مفتحش برضو الملعب لقدره عشان ما جيش فيه حاجة تلخبط لي حساباتي وتبرجي للعيبة يعني أنا أبدأ أبدأ واحدة واحدة وأخد بالك إزاي وعندي دلوقتي فيه سرعات في النادي الأهلي في الناحية الهجومية أستغل كمان الأخطاء أقل من يعني أقل من أخطائي قوي يعني أهم حاجة في المبراد دي وفي ظل الأجواء دي أن أنا أقل من أخطائي في الملعب البساط الغلط اللي ممكن تكلفني مجهود زيادة من أنت لما بتخطأ في الكرة إسلام أو بتمرر كرة وبتتقطع منك بتكلفك أنت شخصين مجهود أكبر طبعا أن أنت بتحاول ترجع كرة تاني يعني تضع كرة في رجلك يبقى أفضل بالضبط كده الاستحواز والكرة هي اللي بتتنقل تحاولت أن الكرة هي اللي تتحرك أنت ما تتحركش كتير نتيجة برضو للضغوطات اللي عليك حاول إن شاء الله بإذن الله أنك تستغل كل مفاتيح اللعبة بتاعتك التصويب لأن الجون بتاعهم أه مش مش على المستوى المطلوب شفناه في المبراد الأولانية تقدر تجيب جون هدف في البداية أنت اللي هتركب المطش إن شاء الله لو جبت هدف من البداية تقدر تجيب هدف وتجيب التاني وتحافظ على الكلام ده يعني عايزة أقول إيه ما تسركش للسكينة زي ما بقوله أن أنت مثلا حتى لو جبت هدف بقى تبتدي تلعب وتفتحه لأنه برضو هو مش باقي على الحاجة يعني إيه أكتم عليش مقوله أنا لو جمول وقعب أتفرج عليك حقول لك يعني إيه مش باقي على حاجة ما هو ده أسهل لي لا مش أسهل لي لسبب لأن الراجل اللي مش باقي على الحاجة ده ممكن تلاقي لعبه فيه النوع من العشوائية وخصوصا لو جبت فيه هدف من البداية حيبتدي بقى عايزي هاجم عشان يعمل حاجة معاك يعني ما يتغلبش كمان على أرضه ممكن يفتح خطوطه ممكن يبقى فيه نوع من عدم التركيز ممكن أنت تستغل الكلام ده فهي مهمة بس إزاي بقولك أنا قلل الأخطاء قوي وخصوصا في نص الملعب عشان الأخطاء اللي في نص الملعب دي بتربك حساباتك وبتسبب عليك ضغط وهجوم مش عايزين نوصل له المرحلة دي عايزين مع الفرق الصغير دي لما بتستحوز انت كتير في نص الملعب وكده اللعبة بتبقى ملهاش حوله لقوة لأن إمكاناته مش عالي قوي هو يدوبك بلعب أنا شايفه من خلال مباريات سواء مع النادي الأهلي أو المباريات التانية بلعب كورة طويلة ما عندهش حد حتى في نص الملعب مهاري يقدر انه يستحوز يلعب هو بلعب على الطويل فانت تقدر ان انت بالسرعات اللي عندك مثلا في المدافعين أو في الأطراف ان انت تقدر تتغلب على الحتة دي وان ان انت تقدر تحرز هدف لأن برضو عندهم مشكلة كبيرة في خط الظهر لازم تستغل لها امتى اضغط لما يكون الضغط حينفع إيجابي ما اضغطش بس عمال على بطال ما ينفعش مثلا واحد أو اتنين اضغطه والباقي مستني في نص الملعب انت اضربت نفسك في نص ملعبهم لازم انت تتحرك كورة لازم تبقى الخطوط قريبة طول ما أنا خطوط قريبة والمسافات قريبة بيني وبين زميلي بقدر ألحق اي خطأ ممكن يحصل اي غلطة بتحصل في نص الملعب اي حاجة بتقدر ان انت تلحق وتسترد الكورة تاني طول ما الكورة معك بتعمل احباط الفرقة التانية وفي نفس الوقت زي بقولك الهدف ان شاء الله مبكر ده يديك انت دافع ورجعك للثقة بتاعتك اللي تقدر ان شاء الله تكمل المتش بيها على خير طب كابتن برضو في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأجواء التشكيلات هل يغير تشكيل هل يغير لعيبة يعني اللي كوف أقول برضو يعني انا شايف من خلال طبعا المتش اللي قابله انه فيه كثير من اللعيبة كان يعني تعبني بعيد عن مستوى بس فانت دلوقتي في حيرة احنا يعني المتشات اللي قابل كده كنا بنقول ايه فلان وفلان مثلا الاتنين دول كانوا يعني مش في المستوى بتاع بنيت شوية ممكن يتغيروا انما انت دلوقتي عندك عندك مشكلة ان زي ما انت بتقول او زي ما كلنا بنقول وعارفين ان الوحيد اللي كان فاي وكان ايجابي وكان بيتحرك وكان مجهود كويس برستاو فانت الباقي هتغير مين وتقعد مين يعني انت فهم ازاي هو برضو هترجع لحسب الطريقة اللي هيلعب بيها هو ممكن برضو يغير لانه هو من خلال الفترات اللي فاتت عودنا انه هو بيغير تشكيل كتير اه فهو يشوف الانسب للمتشاب ده صح ولا غلط دلوقتي هو دلوقتي طبعا لازم يبقى فيه سبات خلال المباراتين اللي جايين عشان برضو يبقى فيه شوية من يعني الانسجام لان احنا غيرنا 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 فيه لعيبة ما كملتش التسعين دقيقة يعني انا يعني فيه بعض اللعيبة مثلا مخدتش موتشين واربعه او ثلاثة ومع بعض كاملين فانا باستغرب اللعيبة دي برضو تعبانة ليه يعني انت فاهم ازاي فهو اكتر واحد شايف بقى مين اللي يقدر يعني يوقف على رجله خلال الفترة دي فيه كمان الشخصيات مختلفة اسلامي يعني فيه فيه بعض اللعيبة مثلا شخصياتها ممكن تنهار من موضوع خسارة او تحس ان الدنيا متدربك ده لحيبان ده لحيبان واخد بقى لك زي مين اللي سقطوا بنفسه اكبر مين اللي جاهز مين اللي المدرب خلى بقى لك بيشوف من عين اللعيبة في التدريب مين اللي مصمم على القصة اللي جاي مين اللي حطت المغر ولمطش اللي جاي قدي للناس اللي هي عايزة شاف ان هي عايزة تعمل حاجة عايزة ان هي تعوض طبعا كلهم يعني المفروض ان هم يكون حاسين انه عايزين يعوضوا اي حاجة فاتت وعايزين وحاسين بحجم المسئولية وحجم المباراة وصعوبة المباراة من حيث الضغط اللي هم هم اللي عملوه برضو على نفسهم فانت يعني هو لازم يختار التشكيل الامثل من جميع النواحي سواء بدنيا او نفسيا او اصرار او حماس او 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 انا ما افتكرش ان في حد من اللعيبة هيبخل بجزء من مجهوده خلال ايا كان اللي هيلعب يعني ايا كان اللي موجودين في الملعب انه هيقدر يبخل او انه هو حط في دماغه ان انا هقضي مباراة انا احساسي كده ان شاء الله باذن الله بعد اليومين التلاتة اللي فاتوا والخطور حصل ازاي ببقولك ان دي مفهاش حسابات تانية ده مطش مكسب مفوش لا احتمل القسمة ما ينفعش النتيجة تانية غير المكسب طبعا المكسب بتاع ربنا بس حسسني وديني مجهود جامد وقوة وجري وحماس وروح وبعدين النادي الاهلي انت عارف في اللحظات الصعبة بيدوس ويكسب في اخر رحظة فانت برضو انت في سباق دلوقتي سباق مع نفسك الاول ان انت ازاي تحصل على التلاتة بنتو اللي جايين مش هتكلم برضو على المباراة اللي بعدها خلينا نتكلم فيهم الجمعة بالزبط كده وتكمل يبقى انت عدت خطوة لان برضو خلي بالك التوفيق ما بيجيش الا المجتهد ما نقولش ان احنا ايه لا ان شاء الله وربنا حيوفقنا وربنا بيوفق اللي بيجري وبيتحرك وبيموت نفسه بيستقتل على الكورة واللي حاسس بقيمة التشيرت وقيمة المباراة اللي بلعبها ايا كان الخصم سواء اوليل ما يقولش انه بقى ايه اللي قطني ده اكسبته في القاهرة وده حصلت المجموعة واحنا كذا لا لا انا لازم العب مباراة قوية جدا جدا من البداية يا يبان في كل تصرف الملعب صحيح ما ينفعش زي ما حصل برضو الموتش اللي فات كده بعض اللي عيبة بتكلم بعضها كده بزيق واسق وابو عليك ما ينفعش يعني ما ينفعش هالحاجات دي مهما حصل لازم بقى كلنا لغاية اخر لحظة لغاية اخر صفارة في اخر مباراة اعمل اللي انت عايزه اتخاني معايا اتخاني وكيام كان بيحصل في الملعب وممكن حد من اللعيبة يكلمني بطريقة جامدة ما ينفعش ان انا اقول له لا كذا ومش وقت الكلام ده خالص المباراة التسعين دقيقة هي بتاعة اللعيبة مش بتاعة الجهاز وكولر كده كده ما بيتكلمش حياة من بره فهي القصة كلها من الملعب نتمنى اللي ما كانش موجودة الموتش اللي فات ان الاقي حد يتكلم في الملعب اي حد يتكلم كلام ايجابي وحمس اللعيبة ويتكلم مع ده ومع ده الحماس بيبقى عدوى في الملعب لما لاقي واحد متكاسل شوية وانا متحمس وبتاع هو حيشوفني كده حيتنقله الاحساس ده لو كان قليل خبرة شوية ولا مش في يومه او 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 لا الكلام لازم بقى كتير في الملعب برضو نكرر ونعيد اكتر من واحد في الملعب لازم يتكلم في جميع الخطوط عشان الصالح العام اشتركوا في القناة